السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم شرح اليوم هنتعرف فيه على خطوات لو عملناها هنوفر في طاقة البطارية طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وأتمنى من كل أخواتي وأصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة أول حاجة هنعملها مع حضرتكم مباشرة هنفتح الضبط ومن الضبط هننزل تحت لحد ما نوصل على حول الهاتف ومن حول الهاتف هندخل على معلومات البرنامج وبعدين هندغط على رقم الإصدار 5 6 7 مرات هيطلب من حضرتك الرقم السري بتاع التليفون وبكده حضرتك فعلت خيارات المطورين هنعمل مرتين رجوع هلاقي خيارات المطورة فعلت معنا هندخل عليها وأول حاجة هنعملها هننزل تحت شوية كده هلاقي حاجة اسمها إطارات مطور الضبط السريع هندخل جواها ولو الحاجات دي شغلة مع حضرتك هتطف فيها لأن كل ده بيستنفذ منطقة البطارية هنعمل رجوع وإحنا لسه برضو في خيارات المطورين هننزل تحت شوية في القسم الخاص به الشبكات هبتدي أنزل كده هاي الشبكات الاختيار ده لازم نتأكد أنه طافي بيانات الجوال نشيطة دائما اجعل بيانات الجوال نشيطة دائما حتى عندما يكون اتصال الواي فاي نشيط أنا طفتها لو هي شغلة مع حضرتك لازم تتأكد أن هي مطفية طب ليه لأن هنا بيقول لحضرتك أن بيانات الجوال لازم تكون شغلة حتى والواي فاي شغال لو سرعة الواي فاي بقت بطيئة أوتوماتيك يحول على بيانات الخط أو بيانات الشريحة فإذا بيستهلك انترنت وبيستنفذ منطقة البطارية فلازم نتأكد أن الاختيار ده طافي طب إيه تاني هننزل تحت كده شوية هنلاقي حاجة اسمها فرض الوضع الداكن هبتدي أنزل تحت أهو يتم فرض هنا يتم فرض استخدام الوضع الداكن في التطبيقات حتى وإن لم يكن مدعوم بالكامل بنشغله الزرار ده اللي هنشغله لأن ده هيوفر وبشكل كبير في طاقة البطارية بحيث لو في تطبيق ما هواش بيدعم الوضع الداكن أوتوماتيك هيفعله أو هيطبق عليه الوضع الداكن ودي أهم الإعدادات اللي تقدر حضرتك تحافظ بها على البطارية والبطارية تفضل مع حضرتك وقت أطول وبكده يكون انتهى شرح اليوم أتمنى أن أكون أفت حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا